بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية معكم عمر ابو الوفا والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن سمكة الحصان او الماهي ماهي او العنفلوت او سمكة الدولفن واخيرا في اسكندرية اسمها ايه اللامبوكا سمكة اللامبوكا من الاسماك المشهورة جدا على مستوى العالم ده لانها تقريبا موجودة في كل حتة زي ما احنا شايفين كانت توزيعها على الخريطة اللي هي تقريبا موجودة في كل حتة كمان سمكة اللامبوكا كل عشتها على وش المية بحد اقصى 10 متر عمق واقصى عمق ومسجل لها 85 متر فطبيعه انت بتصطاد على المركب انك تشوفها ماشي على وش المية وشكلها بيكون جميل جدا ده غير ان هي كده كده هتجي لك ونت بتصطاد لانها بتحب الضليلة الى تحت المركب وحتى الصيادين اللي بيستهدفوها بيستنوها تتجمع تحت المركب قبل ما يرمو الشبا وساعات كمان بيمدوا الواح خشب جنب المركب عشان خطر يزودوا مساحة الضليلة دي ويجمعوا ايه لامبوكا بكميات كبيرة بالنسبة للهواية ممكن يصطادوا اللامبوكا باي طريقة هم عايزينها سواء طعم طبيعي او صنوعي مدام الطعم على وش المية وهي كده كده بتكون غبية جدا ومتسرعة في الاكل لانها بتتحرك في اسراب كبيرة جدا جدا وبيكونوا عايزين يخطفوا الاكل من بعض فطبعا مش بتركز هي بتاكل ايه بتلاقيها بتجي من كده وخلاص عشان تلحق من السرب الكبير الليها في ده فايه بتلبس في اي حاجة عشان كده سمكة اللامبوكا دي رمرومة جدا بتاكل اي حاجة قدامها يعني مثلا لو مرة في وطنها سلاحف لسه فأسة ولقوا طيور ومخلفات كمان طب اقول لك على حاجة في فيديو لينك فيديو تحت الفيديو ده لسمكة اللامبوكا بتاكل الطعم والقرش بيجري وراها يعني القرش بيجري وراها وهي برضو بتاكل طعم ولما الصياد طلعها طلع نص السمكة بس طبعا الفيديو ايه جميل جدا كمان هتلاقي تحت الفيديو ده فيديو تاني من انتاج البي بي سي لسمكة اللامبوكا وهي بتستهدف سمك الحمام الطير ولما سمكة الحمام الطير بينط منها في الهوى عشان يهرب منها بيلاقي الطيور مستنية وتروح جاية ايه لقطها في الهوى طبعا الفيديو ده بيوضح قد ايه حياة السمك حيامة الحمية زي اللي احنا بنشوفها في الغابة بالزبط لكن الحياة دي بعيدة عن عيننا الفيديو جميل جدا جماعة وطبعا بي بي سي عملها بشكل جميل جدا واخد 25 مليون مشاهدة وياريت الناس تشوفها على فكرة احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن سمك الحمام الطير في محتوى خاص به سمكة اللامبوكا بتوصل لبلوغ عند 55 سنتي تقريبا او لما سنها يوصل من 4 شهور ل 5 شهور واقصى طول مسجل لها 210 سنتي والطول متوسط لها متر اقصى وزن لها 40 كيلو جرام واقصى عمر لها 4 سنين بالنسبة للفرق بين الدكر والنتاية في سمكة اللامبوكا هتلاقي دايما الدكر راسه كبيرة وغدا كده زي ايه زي ما يكون حردة كده من قدام لكن السمكة النتاية بتبقى راسها عادية وغدا كيرف من قدام وبتبقى صغيرة وخلي بالك ان الفرق بين الدكر والنتاية ممكن ما يبانش في اللامبوكا الصغيرة ويقواضح جدا في اللامبوكا الكبيرة سمكة اللامبوكا دائمة تلهجرة يعني على طول بتهاجر مش قاعدة في حتة واحدة على وش المياه وتفضل ماشية بتمشي ايه في اتجاه عقارب الساعة ومعادة هنا في اسكندرية بيكون في الخريف يعني بالكتير الشتاء في اسكندرية هي ارخص سمكة على الاطلاق يعني مفيش سمكة ارخص منها يعني هي ارخص من الزريعة وارخص من سمك المزارع ليه بقى لان بيتم صدر كميات كبيرة جدا جدا فبيكون المعروض اكتر بكتير من الطلب كمان لحمها درجة تانية مثل زي القروس مثلا والدينيس ممكن يكون فيه كمان زنة سنة زفرة بسيطة لكن في بلاد برة هي سمكة قايمة جدا وزات اهم اقتصادية ورياضية وصلى على النبي صلي اشتركوا في القناة